انا فخورة وايد في فريق نايف واحد انا تعرفت على هذا الفريق وهم كانوا بعدهم في الجامعة وكان لي شرف ان اشوفهم يتطورون من طلاب وطالبات في الجامعة الى مهندسين المحطة الارضية في الجامعة الامريكية بالشارجة نايف واحد مشروع تعليمي فكان يهمنا ان نخلي المحطة الارضية في جامعة عشان تكون في فرصة للطلاب والطالبات ان يستخدمون هذه المحطة ويبثون منها معلومات الى القمر الاصطناعي ويستقبلون معلومات من اهداف مركز محمد بن راشد الفضاء الاستثمار في قدرات الشباب والشابات في الامارات في علوم الفضاء وفي تكنولوجيا الفضاء نايف واحد كان وسيلة الى ذلك فنايف واحد عطى فرصة لطلاب وطالبات بالجامعة الامريكية بالشارجة ان يحصلون على نبذة عن عالم الفضاء وتعلموا على تصميم وتركيب واختبار الأقمار الاصطناعية كمشروع تخرج لهم قمر نايف واحد قمر اتصالات وهو مختص ان يبعث رسائل نصية باللغة الانجليزية وباللغة العربية وايضا هو ممكن يبث هذه الرسائل على الذبذبات اللاسكية اللي تسمى بالامتش ريديو مشروع نايف واحد كان اول مشروع عن الفضاء لهذه الطلاب والطالبات فهو هالمشروع اشعل اهتمامهم في الفضاء فهو عطاهم الفرصة ان يفكرون في هالمهنة ويفكرون ان يبدؤون حياتهم المهنية في الفضاء وعشان شي اليوم هالطلاب والطالبات عندنا في مركز محمد دراج فضاء ويشتغلون في مشاريع مثل خليفة سات ومشروع الامارات لاستكشاف المريخ بصبار الامل اليوم بدأنا مشروع نايف واحد شفتهم يتطورون ويتعلمون عن الانظمة الاخرى مايركزون فقط في نظامهم فتعلموا انا بقول يفكرون كمهندسين فضاء فالمهندس اللي في الفضاء يفكر في الانظمة كلها ما بالنظام اللي هو يشتغل عليه فقط